مرة أخرى يعود الحديث عن حل سياسي للأزمة اليمنية على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم على هذا المسار بعد جولتين من المباحثات وزير التجارة وعض فريق الحكومة للمفاوضات الدكتور محمد السعدي أكد أن وفدا أمميا موجود حاليا في الرياض ويجري مناقشات مع الحكومة اليمنية بشأن استئناف المفاوضات مؤكدا استعداد الحكومة المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات إلا أن سلطة الميليشيا تعرقل ذلك من خلال اشتراط وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي حوار فيما كان وزير الخارجية يؤكد خلال اللقائه بالسفير البريطاني على ضرورة استمرار ضغط عدل انقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن واستعادة الدولة وإحلال السلام مصادر حكومية أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تكثفان تحركاتهما لإحياء العملية السياسية في اليمن وذكرت المصادر أن سفيري دولتين يواصلان للضغط عدل الحكومة لاستئناف المفاوضات خلال شهر مارس الجاري بالتوازي مع تحركات يجريها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد في عواصم المنطقة ولد الشيخ كان قد وصل العصمة المغربية الربال ومن المتوقع أن يصل للرياض خلال اليومين القادمين لبحث جهود استئناف المباحثات بين أطراف الأزمة اليمنية وإجراءات بناء الثقة التي توقفت عندها الجولة السابقة من المباحثات بعد رفض الميليشيا الالتزام بها التلخيص الأوضح لما يجري من تحركات على الصعيد السياسي لحل الأزمة اليمنية جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية الذي أوضح أن فرص عقد جولة جديدة من المحادثات لا تزال هشة وأن ما يجري الآن هو محاولات للتوصل إلى محددات أساسية يمكن على أساسها استئناف المهاوضات والانتقال لمرحلة أخرى حسب قوله وبين محاولات البحث عن طريق إلى السلام وبين استمرار الحرب ووصولها إلى مرحلة حاسمة تبقى أعين اليمنين مفتوحة على المسار الذي يصل بهم أولا إلى نهاية هذه الأزمة